مالك من جديد في جلسة ستعقد ما بين مسؤولي نادي الزمالك و مسؤولي نادي مودرن فيوتشر الغرض منها التفاوض حول انضمام ناصر ماهر اللي مالوش مكان في المشاركات و مالوش مكان ده بسبب رؤية فنية و بسبب رؤية انضباطية في التعامل ما بين الإدارة و اللاعب فالزمالك عايزه و اللاعب يرغب أيضا في الانضمام إلى الزمالك فبالتالي بدأت المفاوضات لكن الفترة اللي فاتت ما كانوش لسه وصلوا إلى اتفاق واضح بخصوص اتمام هذه الصفقة أما على مستوى النادي الأهلي فالنهاردة لعب مباراة هولأولى على مستوى الوديتين لعب النهاردة مع الأخدود هيلعب كمان يومين مع فريق حتى الإماراتي واجه النهاردة الأخدود السعودي والديان وانتهت المباراة بنتيجة اتنين واحد لصالح الفريق السعودي في معسكر الأهلي المقام في دبي واللي لعب فيه مارسيل كولر بتشكيلة كانت ما بين اللاعبين الشباب اللي موجودين في المعسكر وبعض العناصر الكبيرة اللي أبرزهم قائد الفريق اللي قدامنا في الصورة عمر السولية اللي جواره في خط الوسط فارس خالد ومصطفى أبو الخير فيما تواجد كريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وأنتوني مودست في المقدمة وخط الدفاع كان أكرم توفيق ومازن أسامة على الطرفين إبراهيم عبد الحكم ومعتز محمد ألبين دفاع وفي حرصة المرمى مصطفى شبير اللي أكيد دلوقتي بيعلم جيدا أن قد يكون له دور كبير فيما تبقى من موسم الأهلي وكان قد حرص مرمى الفريق في بطولة السوبر اللي توج بيها النادي الأحمر الشوط الثاني تعمل التغييرات وظهر لأول مرة منذ وقت بعيد كريستو وعمل هو سجل الجل الأولين للأهلي عمل شوط تاني حلوه أوي شارك حسين الشحات كبديل شارك ولأول مرة وسام أبو علي المهاجم الفلسطيني المنضم حديثا للأهلي هو اللي حصل على ضربة الجزاء اللي ضيعها رامي ربيعة جت في العرضة أو في القايم ده غير أنه زي ما كنا حكينا لكم من كام يوم التحامات قوية ومحاولة أن يشوت بأي فرصة تجيله وهو اللي حصل هو العمل الأسست اللي سجله كريستو في المباراة فبداية تقدر تصفها بالجيدة ليه وسام أبو علي في مباراة ودية لعبها الأهلي اليوم بس عجبني أوي كريستو عجبني كريستو راجع من إصابة ورجع عنده حماس واللعيب اللي بيرجع من عدم مشاركة وقت